اشتركوا في القناة ملك عبدالعزيز من جهة الغرب وهي متفرعة من طريق مكة جدة السريع وتمر فوق طريق الدائر الثالث والتقاطعات المحيطة الأخرى يعتبر نفق المترو أحد المعالم الأساسية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز ويمر إلى المشروع من الطريق الدائري الثالث ويتوقف في محطة الحرمين تليها محطة المسجد ومن ثم يغادر إلى وجهته بمنطقة المشاعر يتوزع على امتداد مشروع طريق الملك عبدالعزيز مباني أنفاق المشاة مكونة من أحد عشر نفق متواجدة على جانبي طريق المشاة الرئيسي هدفه ربط المشروع والمناطق المجاورة له جنوبا وشمالا يحتوي مشروع طريق الملك عبدالعزيز على أربعة مواقف للسيارات أسفل ممر المشاة موزعة على امتداد المشروع وتتسع إلى ما يفوق خمسة آلاف وستمائة موقف للسيارات ترجمة نانسي قنقر يتضمن مشروع طريق الملك عبدالعزيز على محطتين للمترو لنقل الركاب عبر أنفاق المترو محطة المترو ألف قرب محطة قطار الحرمين محطة المترو باء قرب مسجد الملك عبدالله للارتقاء بمشروع طريق الملك عبدالعزيز لأعلى المستويات لقد صمم خصيصاً أربعة أنفاق خدمات بطول يتجاوز الأربعة عشر كيلو متر لتأمين توصيل جميع الخدمات إلى كافة مباني ومرافق المشروع بصورة حضارية مع تأمين مداخل ومخارج للأنفاق لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة المستدامة يتقاطع مشروع طريق الملك عبدالعزيز مع أربعة شوارع رئيسية وهي شارع عبدالله عريف وشارع المنصور والدائري الأول والثاني اشتركوا في القناة